بعد أن أثار قرار وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مهل علي إلغاء السقوف السعرية للدجاج السياء المواطنين بعد أن اشتكوا من ارتفاع الأسعار بررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن قرار إلغاء السقوف السعرية جاء بعد رصد استقرار أسعار الدجاج مشيرة إلى وضع أسعار استرشادية للدجاج لغيات المراقبة أو مراقبة الأسواق ومتابعة أي تغيرات تطرأ على الأسعار حيث ستعود لاتخاذ قرار السقوف السعرية في حال المبالغة بالأسعار وزيادتها بدون مبرر ومن جهة أخرى أعلن مساعد الأمين العام للتصويق في وزارة الزراعة حازم سمادي السماح باستيراد الدواجن الكاملة المجمدة من المناشئ المسموحة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الدواجن والحفاظ على المستويات الآمنة من المخزون الاستراتيجي من هذه المادة وتحقيق حالة التوازن في الأسواق